خطف وسرقة منازل واختصاب ومضايقات اخرى يقوم بها شبيحة الاسد تخيف السكان وتمنعهم من العودة الى احيائهم بحمص القديمة لتغدل اتفاقية المبرمة مع النظام في تلك الاحياء اتفاقية مع وقف التنفيذ اتفاقية يستغلها نظام الاسد في رسم المناطق الخالية من اطلاق النار وفق هواه وبما يحاكي مقترح المبعوث الدولي فيما ينقل للغرب صورة مفادها ان الحل السياسي يمكن ان ينجح ويمكن ان يتفاهم ما هو مع الشعب السوري من جديد لكن اللافتة في الموضوع هو التمرد الذي بات يطفو جليا من شبيحة الاسد على قادتهم من جيش النظام متعصبين لميليشيات من حزب الله وايران لتفوح منهم وممن ساندهم رائحة طائفية ما عادت انوفها لحمصة تنكرها او تجهل مصدرها وبواقاحة اكثر تتحدث صفحات الشبيحة الموالية عن ثوار حمص انهم خرجوا الى الريف الشمالي وتحولوا لعنة على النظام من خلال مساندة ثوار الريف وزيادة قوتهم معظمية الشام وقدسية وبرزة وغيرها من المدن والبلدات والاحياء السورية كانت لها تجارب هدن مع النظام هدن ما وجد منها الا اسمها وما عرف منها الا عقدها فيما تحولت تلك البلدات الى ساحات سجن كبير يحرم من كل شيء لتضعف حجة من قبل الهدن تحت ذريعة تقول اتبع الكذاب لما وراء الباب بينما يعلو صوته من رفض وقال لا تصالح